بالفعل الأمور هنا في مدينة غزة وتحديدا في محيط مجمع الشفاء الطبي تشهد منذ يومين ومدة تانيين وبعد أن توزلت القوات الخاصة الإسرائيلية داخل مجمع الشفاء الطبي وأحاطت بهذا المجمع من كافة التجاه هات إضافة إلى المنازل القريبة من هذا المجمع كانت تتوادد بها قوات خاصة إسرائيلية اللحظات الأولى كانت باللباس الندني ثم تقدمت بعد ذلك الأليات العسكرية الدبابات الطائرات والقصف المدفع الكثيف الذي تواصل في اللحظات الأولى لإقتحام مجمع الشفاء الطبي من جديد كوثر نتحدث عن غارات إسرائيلية متواصلة ربما استمعت إلى هذا الصوت قبل اللحظات من الآن هذه هي المدفعية الإسرائيلية المتواجدة على طول الحدود الشرقية لمدينة غزة تقوم ما بين الوقت والآخر بإطلاق العشرات من القذاة المدفعية صوب محيط مجمع الشفاء الطبي وتحديدا منطقة الرمال ومنطقة تل الهواء وكذلك منطقة أبو حصيرة وما يحيط من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة والذي أيضا يتعرض إلى استهدافات إسرائيلية واعتقالات أطالت العشرات من الأسر الإسرائيلية وكذلك الطواقم الطبية والصحفيين بعض الصحفيين والطواقم الطبية وكذلك النازحين الذين كانوا يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي قد أفرجت عنهم القوات الإسرائيلية بعد شعات طويلة من التحقيقات التي أجريت داخل مجمع الشفاء الطبي وما سمح لبضعة عشرات من المواطنين من التكأة من داخل المراكز الاحتجاز التي تم إجراءها تؤخرا هنا في مدينة غزة وفي محيط مجمع الشفاء الطبي وتحديدا في أيضا الحزاري ذلك وبعض المنازل التي كانت تتود بها قوات الإسرائيلية وصلوا مؤخرا إلى حافظة الوسطى في دير البلع ونظمة المواطنين على طريق سرع الرشيد البحر أيضا كنصر ننوه أن هناك عدد كثير من المنازل المحيطة لمجمع الشفاء الطبي قد تعرضت خلال العسل الماضية والـ 48 ساعة تحديدا إلى غارات إسرائيل مكثفة نتحدث عن عائلة نقبل الواقعة في منطقة اليارموب وسط مدينة غزة كوصة نستمع في محيط الآن عمد الدخان مشاهدها من أحياء الزيتون والشجعية وصاعد من المناطق الغربية لمحيط طائرة حربية إسرائيلية تحلق الآن نساهد أصواتها نستمع إلى أصواتها بشكل واضح ربما خلال ثواني من الآن أو لحظات يتم الإغارة على أهداف جديدة هنا في مدينة غزة وشمال القطاع أيضا عائلة مقبل تم دخول أو نقل جثامين ستة عشر شهيدا من تلك العائلة إلى المستشفى المعمداني الأهل العربي في الساحة وكذلك عدد آخر من الإطباط التي وصلت هذا المستشفى بعد أن تمكنت بواقع الطبية وسيارة الإتعاف ودفاع المدني من نقل جثامين الشهداء بعد استهداف هذا المنزل أيضا ننوه أن غارة إسرائيلية أخرى كانت في منطقة أو قرب منطقة أبو حطيرة تحديدا المسحال حيث تم استهداف عائلة من سنر هذه العائلة الوفق يعني بعض المواطنين الذين أكدوا لنا نحو ستة عشر مواطنين يتواجدون في هذا المنزل تم تدمير المنزل على منفيه ولا يمكن لأي أحد سواء من التواقع الطبية من الوصول إلى تلك المنطقة نتيجة كوثر تواجد القوات الإسرائيلية في محيط مجامع الشفاء الطبية وكذلك وجود الطائرات لكوات كابتر التي تحلق مساكل واضح في تلك المنطقة وأي شخص يحاول الاقتراب من مفترق الصرايا نستمع إلى أصوات جديدة من الفجارات لا أدري إن كنتم تستنون لها ولكن هذا بعيدة نسبيا عن المنطقة التي أتواجد فيها لأننا تواجد في المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والسجعية والمناطق التي تتعرض إلى التهتفات الإسرائيلية مكثفة منذ بدء عملية التوغل وتواجد القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء طبية ومحيط ومنطقة الرمال تتعرض حتى هذه اللحظة إلى قارات إسرائيلية متواصلة ومتزامنة ما بين الوقت والآخر يرافقها القصف المدفعي الذي يزداد تلك المناطق هناك تحركات للقوات الإسرائيلية ما بين شارع الشفاء وتحديدا منطقة التشريع والجامعات ومفترق الإتصالات وأيضا تتمركز القوات الإسرائيلية وفق بعض المواطنين الذين تمكنوا من الهروب والخروج من تلك المناطق أو من المنازل المجاورة لتلك المناطق ووصلوا إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة أيضا خلال النصف ساعة الماضية كوثة شهدنا عدد من طائرات الأبادشي وهي تحلق في محيط مجمع الشفاء الطبي قامت في البداية بإطلاق البلونات الحرارية ثم قامت بإطلاق الرصاص الطوبة في جمعات من المواطنين وربما أهداف في تلك المنطقة ثم رفقها قصف من قبل الأبادشي من سوريخ الأبادشي إضافة إلى الغرض الإسرائيلي أيضا وفق شهدات من الطواقم الطبية التي تواجدت انتجار جديد انتجار جديد في محيط مجمع الشفاء الطبي الآن الانتجارات على مدار الساعة كوثر نسمعها بشكل واضح من كافة مدينة غزة وأطراف الشرقية والغربية طبعا لديك معلومات بالنسبة للأهالي من يحاول الفرار من هذا الوضع القائم هناك صعب جدا توثر الخروج من مجمع الشفاء الطبية وهذا يرجعنا إلى سؤالك في البداية هناك عدد كبير من النزهين والطواقم الطبية تتواجد داخل أروفة مباني الطبية وهي لليوم الثاني جعليا لا يوجد لديها طعام ولا شراب ونحن نعيش في شهر رمضان المبارك أي بمعنى أن تخيلي صيام شهر رمضان بتاعاته الطوال ورغم التوتر والخوف الشديد إلى أنه لا يوجد قصف مدفع جديد كوفر لا أعلم إن كنت تستمعون إلى هذه الأصوات المدفعية الإسرائيلية تقوم بإطلاق القذاة ما بين الوقت والآخر سنسمع خلال ثواني من الآن التجار تلك القديثة في المناطق المحيطة لمجمع الشفاء الطبي بالعودة إلى آلاف من النازحين تحدث عن الميزيز كان يتواجد قبل الآن للتجار في محيط مجمع الشفاء الطبي كما توقعنا وتلك المنطقة التي تشهد استهدافات إسرائيلية متواطلة وأيضا نجاهد حتى هذه اللحظة عامة بالدخال تتصاهد من المناطق الغربية لمحيط مجمع الشفاء بالعودة إلى أكثر كان يتواجد قبل عملية التوقع الجديدة للقوات الإسرائيلية والأليات العسكرية الإسرائيلية داخل مجمع الشفاء الطبي كان هناك ما يقارب 25 ألف مواطن نازح داخل المجمع يرافقه عدد كبير من المرضى والجرحة وكان كل جريح هناك عدد من المرافقين لهذا الجريح وأيضا كان هناك حتى الآن حتى الآن تأثر هناك جثمين شهداء ملقا على الأرض في مجمع الشفاء الطبي وكذلك عدد كبير منهم لا يمكن مواراته إسرائيل لأن القوات الإسرائيلية تمنع الصواقم الطردية أو حتى المدنيين من دفن جثمين الشهداء التي تتواجد في تلك المنطقة أيضا في هذه الأثناء نستمع إلى صواق إطلاق نار متقطع من الرشاشات الثقيلة والخفيفة في المناطق الغربية لمدينة خزة وتحديدا تتركز كل تلك الاستهدافات في محيط مجمع الشفاء الطبي والمناطق التي تحيطها نتحدث عن حي النصر تعرض إلى غارة إسرائيلية والمناطق العدة قد دمرت بعضها على رؤوس ساكنيها وتم نقل جثمين شهداء وجرحة إلى المستشفى المعمداني ومنطقة الشيخ ردوان كان هناك استهدافات لمنازل المواطنين وتم نقل هؤلاء الشهداء والإصابات إلى المستشفى كمان عدوان باعتباره المساحة أو المسافة قريبة جدا وتابع كثيرا عن المستشفى المعمداني شكرا جزيلا لك تامر دلول مرسلنا كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك